فإن من خصائص القرآن أنه يتعبد بتلاوته بمجرد تلاوته يتعبد بذلك حتى ولو لم تفهم معانيه هذه خصيصة للقرآن ليست في غيره إن فهمت معانيه وتدبرته وهذا أكمل وأفضل لكن مجرد التلاوة يؤجر عليها الإنسان ولهذا لو أن أعجميا قرأ القرآن ولم يفهم منه كلمة واحدة لأجر على ذلك لأن من خصائص القرآن أنه يتعبد بتلاوته فمجرد التلاوة يؤجر المسلم على ذلك لكن الأفضل أن يسعى المسلم ليجمع مع التلاوة التدبر يقول الله عز وجل إن الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجوره ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور فذكر الله عز وجل ثلاثة أعمال صالحة وعد عليها وعدا عظيما يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وهي يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم فانظر كيف أن الله عز وجل قدم تلاوة القرآن على إقامة الصلاة على الإنفاق وهذا يدل على أن تلاوة القرآن وأنها عمل صالح عظيم يؤجر عليها المسلم ويثاب عليها ثوابا عظيما ويقول سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه وما تكون في شأن فأي أمر من أمور الحياة ثم خص الله تعالى من هذه الشؤون كلها تلاوة القرآن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه وتلاوة القرآن من سمت أولياء الله عز وجل وعباده الصالحين إن الذين يثلون آيات الله آنى الليل وهم يسجدون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه التلمذي بسناد صحيح إذا قرأت القرآن تنال على كل حرف عشر حسنات عشر حسنات وقد حسب بعض أهل العلم الأجر المرتب مع أن الأفضل عدم والحسبة وفضل الله واسع لكن في هذه المسألة بخصوصها ورد ذكر العدد من قرأ حرفا من كتاب الله فله الحسنة فله بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وأخذوا بما روي عن ابن عباس في عدد حروف القرآن وضربوه في عشرة يعني في عشر حسنات فوجدوا أن النتيجة أن المسلم إذا ختم القرآن ختمة واحدة يرجى أن يحوز على أكثر من ثلاثة ملايين حسنة سبحان الله أكثر من ثلاثة ملايين حسنة على الختمة وهذا يدل على عظيم الأجر والثوام المرتب على تلاوة القرآن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا حسد يعني لا غبطة إلا في الثلاثين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل يعني ساعات الليل وآناء النهار يعني دائما يقرأ القرآن على لسانه دائما في الليل والنهار هذا الذي ينبغي أن يغبط ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أعطاه الله مالا ووفقه للإنفاق منه في سبل الخير هذان الاثنان هما الذين ينبغي أن يغبط لأن أجرهما عند الله عز وجل عظيم